و اخيرا نجد لكم صابلي مالح رائع جدا السلام عليكم و مرحبا بكم فيديو جديد مرحبا بكم ايضا عن القناة شاف سهيلة اليوم سنقدم لكم واحد صبعات مالحين صابلي مالح يجينا رائع جدا مكونات قليلة و اهم حاجة انه يجينا مورق و لديد و مالح و مقرمش صراحة اعجبكم بزاف لا تنسوش لايكي و الفيديو الاكبر عدد جالايكات هكا لتعوم الفائدة غيرا اعطيكم كيمية قليلة و غدي تخرج لكم هاد الكيمية هادي ممكن انكم تقفوا الكيمية وتخرج لكم الكيمية اكتر ما تنسوش لايكي و الفيديو وتشتركوا في القناة باش تواصلوا بجديد الفيديوهات و لو بغيتون نحضر لكم مملاحات بعجينة وحدة بعدة اشكال يعني جدادين قلوها ليه خليوها ليه في كومنت اخ باش نحضروا معاكم صراحة كي يجي اكتر من رائع بحلا خدمنا بلابات فيوتي او العجين المورق هو غدي تلاحظوا معايا اننا ما غديش نفوتوا في ثلاثة المعالقة الكبر دي الزبدة فقط خليكم معايا مبداية لفيديو و ما تنسوش اللايك انا بدأوا عندي نسكاس ديالزيد نباتية عندي معلقة كبيرة ديالزكر سنيدة عندي نسكاس ديال الماء عندي هنا يضامة ديال تومة ديال البودر عندي هنا واحد البيضاء عندي ثلاثة القطع ديالفرماج عندي هنا يا مي زيناء او مي فين عندي هنا يا خاميرة الخاصة بالحلويات واول حاجة غدي ندير قصرية فيها ثلاثة المعالقة كبار ديالزبدة هو غدي تسمحوا اللي يبعد على التصوار اول مرة كنصور لكم بها الطريقة هذي لانه اه 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 تهرست لي السيبورا لهذا يقبلوا علي وصعف وان شاء الله يكون كل شيء واضح من بعدنا كنضيف ملعقة سكر وهنايا بنسبة الزبدة زبدة البواطة وكتكون بدرجة حررة المطبخ يعني كنخلطوا هذي المكونات سوف نضيف لها الزيت نباتية ما يعدي لنا 80 ميليليلتر لدي جميع المقادير سوف نضيفها لكم في صندوق الوصف من بعد سوف نخلط الكل زبدة والزيت بهذا الشكل هذا انا متأكدة إذا جربتوها سوف تحمقوا على ساعته كي يكون مالح والزيت الناس اللي فيهم سكر او ما يبغيوش الحلاوة يستغنوا على ملعقة سكر ممكن يعودوها بملعقة عسل من بعد هنا كنجيب ذاك بودرة ديالتو تقريبا واحدة بهذا الشكل هذا كي يجينا من السم رائع جدا بهذا الشكل هذا سوف نخلطوا المكونات بهذا الشكل وغادي نضيف واحد الحبه ديال البيت وغادي نخلط الكل يعني الطريقة جد سهلة وغا تلاحظو معايا ان النتيجة غا تكون رائعة جدا غاية ما تبخلوش عليها دائما بليلا يكدي لكم و لو بغيتوا المملاحات خليهم ليها في كومنتر بطبيعة الحال ثم سوف نجيب ثلاثة تلقى تعديل الفرماج وغادي نضحهم بهذا الشكل هذا ممكن انكم تخدموهم بعز زبدة باش تسهل عليكم العملية باش تدمجوا الكل بشكل اذا كان ذاك الدوق لي فيه الفرماج الاحمر لاش لا تواكي جيزوين بسعف ممكن انكم تزيدوها الكيميا ديال الجبل المبشور فهاد العجين هادي صافي من بعد هنا غادي ندير بهذا الشكل هذا كنحاول ندخل ذاك الفرماج من بعد هنا غادي نضيف الملح تقريبا واحد ملعقة صغيرة من الملح راكو تكنكبها وغادي نخلط الكل تمنى يكون هاد شي مفهوم وغادي تجربوه وغادي ننلاعجبكم دائما كان نخدمو هاد شي مزيان باش هكا ما يكونوش تنتكي الحبيبت ديالفرماج او الحبيبت ديال ديال هذا ديال زبدة صافي من البحث نضيف نسكة ديال الماء اتلاحظوا انه بحل الخليط ديال نخسر لنا ولا كله غادي نضيف وليه تقريبا واحد نسكة زينجا وهادي تجمع لنا بكل سهولة وغا تلاحظوا معايا كيفاش كي يتجمع دائما الى كان عندكم بحل هكا دائما كان ديرو اما الحليب اما الماء وكان نضيف هنا واحد ملعقة صغيرة مملؤة من المطارد وعندي هنا الخميرة ديال ثمانية جرام غادي نوضع كيس من الخميرة من بعد هنا كما قلت لكم غادي نزيد الناشا كما لاحظوا غادي نورها لكم ها هي الناشا الممتازة صراحة وغادي نخلط الكل من بعد ما كنخلط بشكل هذا الناشا كتشرب لي يدك الماء وكيولي لي الخالط موتى جانس وعادي جدا انتم ما تلاحظوا معا نحن نضيف موتة 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 من بعد ما غادي نخدمها بها الشكل هذا غادي ندلكها 1 دقيقة او لجوج ومن بعد غادي نقسمها على جوج وغادي ندخلها لمجمد تقريبا خمسة ديال دقايق من بعد ما دخلت لمجمد خمسة ديال دقايق غادي نضيف لها الناشا وغادي نشكلها او غادي نسرحها بطبيعة الحال وغادي ندلها بحل الشكل الموراق شوفو كيف ندلها وغادي نعود مرة تانية فقط كيما لاحطوا الطريقة جيد سهلة واضحة وما كانت تحتاج لنا نهائيا انها تبات زيما ندخلوها لتلاجة ولا شي حاجة كان نخدموها نيشان هنا هي كانت اعتادر انا تريفون طاح لانه كتلكم ما كانش للي غايش د معايا صافة من بعد انا غادي نخدم بها الطريقة هادي نجيب شوية نشا وكندير هاد ندور ديال هاد الناشا هو لي كيبقي اي اي يورقها بالنسبة لبنات اللي كتشوفواتك الحبيبات صغر هادا كغيل ببافو هادي نجيب هاد القرادة هادي الفوق وغادي نبقى نقطع عليها بالشكل هادا واندن قد فيها بطبيعة الحال وغادي نجيب غاية واحد الملعقة خشبية هي اللي غا ناخد بها العبر لانه ما عندي لها مستارة لوالو اي اي اذات انه ممكن تيرو بها وكان قدل جوانب صافة من بعد ما كان قدل لها الجوانب اغلت بقى نشكلها عاية شكل هادا وكنناخد غاية بالقياس ديال الملعقة الخشبية ومندل قطاع صافة من بعد ما اخذت هكا يا القياس وغادي ندبقى نقطع نيشا باش يكون عنددك شي متساوي صافة وغادي نقلبها بعد شكل هادا ونقسمها على النصف شوفوا لاحظوا ان السوم كديالو ما كيكونش رقيق بالسف ضروري كنخليه يكون غلط شي شوية صافة من بعد انا كنجيب واحد ثانية وكمقا نستف فيها بعد شكل هادا وفي نفس الطريقة غادي نعودها الكورة الاخرى من نسبة اللي غادي ندهنوا من الفوق بالبيضة مع شفية الهريسه شفية الدية التحملة شفية السودانية وغادي نديرها من الفوق صافة من بعد هنا يعم غادي نديرهم بعد شكل هادا غادي نجيب واحد ثانية كبيرة وغادي نديرهم لها باش ندخلهم مرة واحدة صافة كما قلت لكم وغادي ندقى ندير اا بيض البيض مع شفية سوف نضغط خليطة الشوفان وزرعة الكتن وزرعة اللي تكون منقية سوف نضغطها من الفوق ومن بعد رشيطها في يدي الباف سوف نضغط المفرة اللي تكون درجة الحرارة مرتفعة وكيكون العافية مهيلة بثافة سوف تكتبون على خطرهم وهكاك يكونوا صراحة يجيون رائعا جدا اغضيت تجربوهم وغضيت نالوا اعجابكم ستحو راحة ولا اجبكم الفيديو وما تبخلو شريع دائما بلايك ديكم والشراك في القناة بشروع صلوب جديد الفيديوهات